كارل نيهاما النمسا تتحرك باتجاه ترحيل الأفغان نرجع مرة تاني لصداع اللاجئين مباشرة بالتنصيق مع ألمانيا بعدين عندنا خبر بيقول سلم نفسه سوري هو المسؤول عن هجوم في ألمانيا تبنته داعش أدى لمقتل ثلاثة أشخاص آخر المجموعة دي من الأخبار استياء في النمسا الاتحاد الأوروبي بيرفض عمليات الترحيل إلى سوريا أعتقد إحنا على موعد الاشتباك بين ألمانيا والنمسا والاتحاد الأوروبي ولا هيكون الواضع القادم بشكل عامل إزاي طبعا كان فيه أحد الأشخاص السوريين دخل سوريا في 2022 حصل على اللجوء وكان فيه في إحدى ولايات ألمانيا قام بطعن ثلاثة أشخاص وسلم نفسه هدومه ملطخة بالدماء وكان قبلها ألمانيا رجعت 28 لاجة ورحلتهم لهناك شايف الموضوع ده ممكن فعلا أن نمسا وألمانيا تتخذ قرار أحادي رغم أن هناك الاتحاد الأوروبي بيرفض ترحيل عمليات الترحيل لسوريا بناء على أن الأماكن غير آمنة إلى الآن يعني بصراحة أستاذ نضوح خبر مؤسف للغاية يعني عندما نقرأ أن سوري مسؤول عن ثباح ثلاث أشخاص وإصابة ثمانية آخرين وجاء إلى أوروبا 22 ومتطرف كلها أنت يا ابن أنت يعني الله أعلم ابن شو ما رح نقول هذا بس ليس أقل من ابن ستين كلب صراحة أجيت على النمسا على ألمانيا بـ 22 وحصلت على حق اللجوء وقاعد آمن وعم تشتغل ومؤمن عليك صحية وعم تأخذ مؤمن عليك على حياتك وطلعت من المذبلة اللي اسمها سوريا عند النظام السوري ورحت على ألمانيا مشان تتبح ثلاثة نصرة للإسلام لك الله يخرب بيتكن على يخرب بيت هيك دين على يخرب بيت هيك تطرف على يخرب بيت هيك عقلية أين تتطرفوا أين تصار هذا مين هالإنساء اللي عمره 22 سنة عنده قدرة يدبح ثلاثة أشخاص هو واقف يعني الأول ثم الثاني ثم الثالث يا راجل شو هالإرهاب هاد شو هالتطرف هاد من أي مذبلة هدول تخرجوا من أي دين إرهابي هدول طلعوا هدول مو الدين بريء منهم هيدول البشرية براء منهم هدول براء منهم هدول فعلا لازم يحملوا ويرموا مثل ما هم عند بشار الأسد الإرهابي خليه يدعس على راسهم هدولة هيك أشخاص متعودين دائما يندعس على راسهم إن كان من بشار الأسد إن كان من داعش إن كان من أي شخص آخر يا راجل شو هاد يا راجل شو هاد يعني أنت مع ترحيل شخص زياد أكيد أكيد أنا مش مع ترحيله أنا مع إعدامه أنا مع تطبيق حق الإعدام خليها تسجل علي أنا مع تطبيق قانون الإعدام حكم الإعدام بحق هيك أشخاص حتى يتربوا يعني الترحيل لا يكفي سيد الكريم بصراحة بعدها الاتحاد الأوروبي يعني قال لك لا يمكن يرفض عمليات ترحيل إلى سوريا سوريا لا يوجد بها مكان آمن طبعا هذا شيء وهذا شيء آخر نحن يعني موضوع الترحيل إلى سوريا هذا بس التفصيل المتعلق يعني شوف هاي شوفت الصورة هاي اللي عم تظهر أمامنا هاي سوريا سيد الكريم سوريا عبارة اليوم عن مزبلة مزبلة كبيرة يسكن بها عدد من السكان قسم منهم تحت سيطرة المعارضة المتطرفة المحمية تركيا وقسم آخر تحت النظام المدعوم من روسيا وإيران الإرهابيتين فبالتالي لا يمكن الترحيل ولكن الترحيل إلى أفغانستان صراحة على ما يبدو أنه أصبح واقع كارني هامر أن نمسا تحرك بتجاه ترحيل أفغان مباشرة بالتنسيق مع ألمانيا طبعا أن نمسا دعت مرارا وتكرارا إلى الترحيل إلى أفغانستان كما قال وزير الداخلية قرهت كارنر يعني واصفا بأنه خبر جيد جدا ولم يكن مفاجأة واضح كارنر أنه كان يطالب يسأل هذه الخطوات منذ أكثر من عامين مشيرا أن الحركة بدأت أخيرا في هذا الاتجاه ولكن بعد هذا العمل الجبان الذي قام به هذا الجبان غير معروف أصله ولا فصله ولا معروف من أي مزبلة تم تخريجه فشيء مؤسف بصراحة شيء مؤسف أنه نرى تطرف من هذا النوع أسأل شو أعلن داعش عن تبنيل العملية وبعدين هذا الإرهابي هذا بروح بيسلم نفسه يعني شو هالمعادلة هاي بصراحة شو هاد شو هاد أنا بصراحة اليوم طبعا إحنا حنيجي على أخبار أخرى بتصور ضمن القراءة الإخبارية بدنا نتطرق فيها أيضا لمواضيع هامة جدا واللي بتهم جدا يعني مشاهدنا ومستمعنا اللي بيوصق باللي بنحنا بنقدمه هون بالنفسة ما رح نزيد أكثر من هيك يعني بصراحة اشتركوا في القناة